تواصل كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعلياتها بالمحافظات حيث تم بناء عدد من المنازل للمواطنين وتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيع المشغولات اليدوية والاكسسوارات وأعمال التطريز يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظة الجمهورية كما أعلن المركز العالمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية إحدى كيانات التحالف كرتين مواد غذائية على أكثر من 75 أسرى من الفئات الأولى بالرعاية بقرية بني مهدي بمحافظة المينيا